السلام عليكم ورحمة الله وبركاته للي ما فهم أنا أحط لكم شرح مفصل للورقة أنا كتبتها وبالتفصيل بإمكان الكل يقدر يتابع الشركات هاي ويقدر يستفيد شلون طريقة شراء الإلكافي راح أقولكم إياها أول شيء أي شخص يكون محتاج الماستر كارت الماستر كارت يتمشيك للديزل للصيانة للعطل للدولاب إذا بنشرت يخليك تقدر تستهجر الإلكافي في حال تعطرت الإلكافي تطبق تنقل الحمولة على الإلكافي ثانية ثلاثة المقدم ما بين العشر تلاف إلى السبع تلاف يفضل يكون الشخص يفضل مو شرط يفضل يكون الشخص ما علي يشوفه أربع سعر الشاحنة من ستة وعشرين إلى ثلاثين ألف النظيفة جدا أنا أحكي أنا الكافي ما بتوجع الرأس واثمع عشر تون تمام؟ طريقة التعاقد مع الشركات بالتلفون ما في داعي للعقد تبرم عقد مدعي ما عاش تتفق معهم على الموبايل أنه النقلة أنا بدي أنقل معكم عن طريق التلفون بيمشي كل شيء ترسلهم عن طريق الإيميل أول شيء بس عطوك الأوكي خلاص نعطيك نقلات يعطوك النقلات يبعثوك بشيء بالتفصيل النقلة بالوزن بالكيلو بالكيلو متر حسب الشركة في شركات هيك وفي شركات هيك أربعة أسماء الشركات اللي أنت لازم تتعاقد معها شركات عظمة كبيرة دوتش بوست أو ديها أنه شركة واحدة معروفة تعطيك دغري وخص كنتينرات تمام؟ هرمز كذلك الأمر شركة كبيرة ومعروفة ناقل كمان شركة كبيرة ومعروفة آر أو إس هاي كمان شركة معروفة وتبعيد نقل بس تحطوا اسمها يطلع لكم دائما من الشركات تحطوا بعدها جي أم بيها خمسة هاي الشركة يوت اس كمان عندها نقل بشكل مطبيع طبعا أنا فتت بالنقطة هاي من شان خلوني بعدين أشرح لكم هاي الشركة كي آ لوجستيك كمان عندها شغل ونقل بشكل خيالي الشركة هاي اس ها أو كمان عندها نقل وأفرع بكل ألمانيا إضافة إلى ذلك شركات البلوك إضافة إلى ذلك كل شركات البلوك وكل شركات الحديد تعطيك نقل تمام؟ الأسمنت المواد الباوشتلة كلهم يعطوك واللي يقول لك غير هالكلام لا تردوا عليه أي استفسار أطلب من الجميع اللي عنده استفسار حطل لي بالتعليق استفسارك ما عندك أي مشكلة أرجو من الجميع الاشتراك بالقناة ودعم والمشاركة أي استفسار تكتبوه أنا راح أرد عليه ما هرد عليكم بنفس الفيديو بس هرد بالفيديوهات التانية تمام؟ أرجو من الجميع يطمح بالشراء الكافي من شان ما تظل توجع راسك بين الشيف وبين السواقين لا شغلك من راسك واللي يقول لك شرط مهم اللي يقول لك لازم تفتح شركة من شان الكافي واحدة هذا كلام غير صحيح بإمكانك تتأكد من الشتات ماشي يحق لك تسجل الكافي باسمك الخاص وتشتغل باسمك الخاص فقط مو محتاجين منك غير أنه تجيب لهم أقود واشتوية براتل اشتوية براتل اللي هو المحاسب أنه يسجل لك حسابات وهذا أفضل إليك المحاسب لأن المحاسب بيطلعك من أبواب حلوة تحياتي للجميع والله يسعد مساكم وإن شاء الله بدعمكم نوصل لمستوى أفضل من هيك تحياتي للجميع تحياتي للجميع